الأخ الكريم أو الأخت الكريم أحمد تسأل عن السفر مع طفل أو فتى يبلغ الحدية عشرة من عمره هل يعتبره محرما؟ ذهب الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه الذي يزيل المحرمية هو المراهق فمتى وجد مسافر مع المرأة مراهق وهو يعرف ما يعرف الرجال ويعرف ما تعرفه النساء فلا بأس بذلك فلا يلزم أن يكون بالغا هذا هو الراجح والله أعلم وقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عن كما في الصحيح قال كنت مع التقل الذين بأثهم النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى ميناء وهذا الذي يظهر والله عنه وهو الأقرب فمتى حصل المراهق معها وهو بن 11 أو بن 12 سنة يعتبر مراهقا فهذا يزيل المحرمية والحنابل رحمه الله اشترطوا أن يكون بالغا لما جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع حالم يعني بالغ وهذا الحديث في سنده ضعف والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وعلى هذا فالراجح أنه يجوز للمرأة أن تسافر مع محرم ولو كان مراهقا يعني غير بالغ ابن 11 و 12 سنة والله أعلم مقعة